انتبهنا للحديث يقول رجل استشهد حلل هذه الكلمة استشهد هل هذه الكلمة استشهد هي حقيقة عمله أو ظاهره قال رجل استشهد الآن الكلام على ظاهر عمله ليس حقيقة عمله عمله لم يكن لله كما سيأتي ما يدل على ذلك قال رجل استشهد ولهذا أيضا هو نفسه يوم القيامة يقول قاتلت فيك حتى استشهد قال الله كذبت ما قتلت فيها قال كذبت أي لم تقاتل فيها لم يكن قتالك فيها من أجلي الآن في مسألة الشهيد يدل على هذا الحديث ونصوص أخرى الشهيد عندما يحكم على شخص بالشهادة الحكم عليه بأنه شهيد يرجع إلى أمرين حتى يكون فعلا شهيد يرجع إلى أمرين الأمر الأول ظاهر وهو البلاء الحسن في مقاتلة الكفار حتى يقتل هذا عمل ظاهر يروه الناس بعينهم وفي شيء آخر لا يرى في باطنه وهو ماذا صلاح النية ولهذا الحكم على الشخص الجزم بأنه شهيد ينبني على أمرين معرفة حسن العمل وهذا يرى طاهر والأمر الثاني معرفة حسن النية وهذا لا يرى ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد باب لا يقال فلان شهيد وساقى من الأدلة ما يدل على ذلك وهذا الحديث من الدلائل على هذا إذن ماذا نقول إذا رأينا الشخص أبل البلاء العظيم وحصل منه النكاية العظيمة بالكفار وقتل ويراها الناس وهو في البلاء العظيم يقال نحسبه من الشهداء أو يقال شهيد إن شاء الله أو نرجو أن يكون من الشهداء أو لا نزكي على الله أحدا نظنه من الشهداء لكن لا يقولها جزما لأن الجزم بأنه فعلا شهيد حقيقة ينبني على أمرين حسن الظاهر وحسن الباطن حسن الظاهر يراها الناس يراها الناس لكن حسن الباطن هذا بينه وبين الله ولهذا ماذا قال الله فلا تزكه أنفسكم يعني لا يزكي بعضكم بعضا هو أعلم من اتقى هو أعلم بما في القلوب ثم لا ترون ما في قلوب الناس وإنما ترون الظاهر إذا كنا لا نرى إلا الظاهر فإذا أثنينا على شخص بعمل ظاهر لا نجزم له بصلاح ونحوه بل نقول نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد وفي الشهادة نقول نحسبه من الشهدة والله يقول ويتخذ منكم شهدة نرجو الله أن يكون اتخذه شهيدا ولما نقول نرجو أو نسأل الله أن يكون شهيدا هذا خير لذاك الشخص من أن نجزم له بشهادة لا ندري عنها خير الله لما ندعو له نقول نرجو الله أن يكون من الشهيدا نحتسبه عند الله شهيدا هذا ينفع هذا ينفع أما الجزم الجزم هذا تزكية بدون بدون مستند بدون بيّنة